بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشامري محدثاتها وكل محدثة بضعة وكل بدعة ضلالة وكل ضغطي في النار ثم أما بعد يقول مولى تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وهو العزيز الغفور قدر الله عز وجل أن تكون الحياة الدنيا ميدان الابتلاء ميدان الاختبار هو قدر ذلك خلق الله عز وجل الجنة دارا طيبة لا خبث فيها وخلق النار دارا خبيثة لا طيبة فيها وخلق الدنيا دارا مختلط بين الخبيث والطيب فلكي يتمايز الخبيث من الطيب كان لابد من الابتلاء كان لابد من التنحيص بهذا الابتلاء إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسر ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون لماذا؟ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فاكمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاصرون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم واجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك مصيرا ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم وهكذا آيات الابتلاء تبين أن غايتها في الحقيقة وحكمة الله عز وجل في أن تكون الحياة الدنيا ميدانا الابتلاء والاختبار هو تمايز الخبيث من الطيب أن يظهر الخبيث وأن يظهر الطيب كيف يظهر ذلك بالابتلاء؟ بالألم؟ بالوجع؟ بأنواع التدافع بين الحق والباطل والكفر والإيمان والظلمات والنور فيظهر كل صاحب سريرة سريرته أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ تظهر الأضغان تظهر الأحقاد يظهر النفاق يظهر حب شرع الله أو كراهية شرع الله من خلال الابتلاء من خلال ما يعترض الإنسان في هذه الحياة الدنيا من ابتلاءات ما هي الابتلاءات؟ قد تكون الابتلاءات بالكلمات أي بالوحي بالأوامر والنواهي تأتي الأوامر والنواهي فتختبر النفوس وتختبر ما في هذه النفوس من إذعان وانقياد الشرع أو تمرد وإرادة علوء وإرادة فساد وهل الشهوات تحجوك عن الانصيع لأمر الله؟ أم أنك تؤثر الله على كل شيء؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن؟ وكذلك قد تكون الابتلاءات في صورة كلمات كونية أي أقضية وأقدار ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ومشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فهذه الابتلاءات من نقص الأموال والأنفس والثمرات تختبر النفوس وما فيها من صبر لله وبالله وبع الله وما فيها من حسن ظن بالله هذا الابتلاء هو عام على هذه الحياة الكل مبتلى المؤمن والكفر والبر والفاجر ولكن الفرق هو في القلوب الفرق هو في عبوديات القلوب إن تكونوا تألمون أيها المؤمنون فإنهم يألمون كما تألمون فإنهم أي الكفرة فإنهم يألمون كما تألمون لكن الفرق وترجون من الله ما لا يرجوه المؤمن يرجو ربه تبارك وتعالى المؤمن يعرف ربه العليم الحكيم المؤمن يستسلم ينقاض يتضرع ينكسر فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعون لكن الكافر يقص قلبه ولكن قصد قلوبهم وزي نرهم الشيطان ما كانوا يعملون هؤلاء الذين يكونوا البلاء لهم نقمة وعذابا بخلاف المؤمن فإن البلاء يكون له رفعة للدرجات وكفارة للسيئات بصبره واحتسابه وحسن ظنه بالله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى يظهر ما في قلبه من خير يظهر ما في قلبه من تقوى يرجو الله تبارك وتعالى رغم انقطاع الأسباب رغم انقطاع السبل رغم انقطاع الحباب يقول حسبنا الله ونعم الوكيل الذي أقالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا من نعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء تبع رضوان الله واللوض فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم بأولياءه فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله فصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما عجيب أمر المؤمن فإنه يزداد مع الشدائد حبا لله يزداد مع الآلام التجاء إلى الله يزداد مع الأوجاع انكسارا بين يدي الله استحضارا بفقره لله تبارك وتعالى هذا هو حال المؤمن فكيف يكون حال الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتل المرء على قدر دينه فإن كان في دينه شدة زيد في بلائه كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوم يصل منهم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم كما قال صلى الله عليه وسلم وقال أيضا لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يسير على الأرض وما عليه خطيئة وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد لتسبق له المنزلة في الجنة لا يبلغ عمله فيبتليه الله فأرفع له درجات ويكفر عنه سيئاته لماذا جعل الله نصيب الأنبياء والرسل وأدباع الأنبياء والرسل عظيما وفيرا من البلاء الحكمتين الحكمة الأولى أن يستخرج من قلوبهم العبودية التي يحب من الصبر والرضا والشكر من الصبر والمصابرة من الصبر لله وبالله ومع الله من الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة عبودية يحبها لا تكون ولا تتم إلا في وسط الأعصير إلا في وسط الرياح إلا في وسط الأمواج المتلاطمة من البلاء والاختبارات والأوجاع فتضرعون إلى الله وينكسرون إليه وهذا هو حال القلب الحي القلب اليقظ القلب المعلق بالله عز وجل القلب الناظر إلى الله يعبده كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه استحضر دوما فقره إلى الله ضعفه بين يدي الله يقبر على الله يخاف يرجو يأنس يشتاق يوقن يسجد القلب ويسجد القالب الحكمة الثانية أن البلاء يُعلم الإنسان الرحمة أشد الناس بلاء أكثرهم رحمة بالعباد لأنهم ذاقوا هذا الألم فيرحمون الضعفاء يرحمون المساكين يرحمون المبتلين يأخذون بأيديهم إلى الله تبارك وتعالى يعرفونهم بالله إن كان بلاء مديا أو معنويا إن كان بلاء في الدنيا أو في الدين فإنهم يرحمون الخلق وهذه هي سمة الأنبياء فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك بالمؤمنين رؤوف رحيم ولذلك هم يدعون الناس إلى الله ويستنقضونه من النار في الحقيقة برحمتهم بالبشر برحمتهم بالخلق يصبرون على أذاهم لأنهم يرحمونهم لأنهم يعلمون أنهم لا يعرفون ولا يعلمون ربهم فيرحمونهم بذلك ويزدادون لهم دعوة ويزدادون لهم نصحا وإرشادا وتوجيها حتى ولو آذوهم فكأنهم عيال والأنبياء آباء لهم وكذلك أتباع الأنبياء من ورثة الأنبياء من العلماء والصالحين والمصلحين والدعاء يتعاملون مع البشر على أنهم عيال وأولاد قد لا يعرفون مصالحهم ولكنهم يصبرون على تعريفهم هذه المصالح رحمة بهم رحمة من قبل الله تبارك وتعالى فالدعوة إلى الله رحمة هذه الرحمة يتعلمها الإنسان إذا ابتلي إذا ابتلي بالغفلة وإذا ابتلي بالبعد عن الله تبارك وتعالى وهذا طبعا في حق البشر دون الأنبياء وإذا ابتلي في نفسه وفي ماله وفي ولده فهذا يعلمه الرحمة فيعلم الناس الصبر ويصبر على أذاهم قال صلى الله عليه وسلم من خالط الناس وصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم هذا الذي يحقق له الرحمة قال شيخ الإسلام من تيمية أهل السنة يعلمون الحق ويرحمون الخلق ترجمة نانسي قنقر